بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوثي رحمة العالمين أبنائي وبناتي إخواني وأخواتي أيها الشعب الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدءاً وهنيوا الشعب التونسي بنجاح عرسه العرس الأول الانتخابات التشريعية العرس الثاني الدورة الأولى الانتخابات الرئاسية وكلهما جرت في ظروف عموماً تشرف الشعب التونسي ولذلك أهنيوا الشعب التونسي مرة أخرى بهذا العرس وهنيوا الفائزين الأستاذ الباجي قائد السبسي والدكتور منصف المرزوقي بما حباهما الشعب من ثقة إن شاء الله هما جديران بها وهي مسؤولية في نفس الوقت وأمان حم لها هذا الشعب ينتظر منهما كل الخير ينتظر أن تجري أن تنتهي ينتهي هذا العرس على خير إن شاء الله أن تتم الدورة الثانية الانتخابات الرئاسية في أحسن الظروف كما تمت في الدورة الأولى بل أحسن من الدورة الأولى وهذا يعود إلى المتدخلين إلى الأستاذين المترشحين وإلى أيضا الشعب التونسي وأنصار الزعيمين مطلوبا هذه أمانة العالم الكل ينظروا لكم يا تواسى العالم الكل ينظروا لكم أنصار هذا الفريق وأنصار الفريق الآخر العالم الكل ينظر لتونس الآن بإكبار وبإعجاب ما تخيبوش ظن الشعب ظن العالم فيكم أنتم الآن العالم كله منبهر بتونس هذه وبما أنجزته نشوفه اللي حاولنا غابة مكسرة في كل مكان هناك قتال هناك حريق تونس والحمد لله آمنة مطمئنة تجري الانتخاب الأول والثاني معناها ونستني في بعضها هذه صورة جميلة جدا ما تفسدهاش ولذلك الشيء بعض ما يبلغني المدة الأخيرة من أنه ثمم تظاهرات ضد هذا أو ضد ذاك وشتايم هذا ما ما يليقش نحن شعبنا شعب موحد نحن ضد أي صورة من صور تقسيم الشعب شعبنا نريده أن أن يواصل مسيرته بنجاح ولذلك أنا أنا نادي الزعيمين وأنادي أنصارهما ونادي الشعب التونسي كله إلى أن يحرص على التهديئة في زمن عركة والانتخابات عركة ولكن نحب عركة الخيان ولذلك أنا أدعو إلى أن نتجنب كل ما من شأنه أن يشنج العصاب كل ما من شأنه أن يكون فيه مسان بالأعراض ومسان بالدمام إلى التجمهر في الشوارع إلى المظاهرات هذه هذه معركة 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 حضارية الصناديق وأدواتها الخطاب المسؤول وآداته ولذلك لازم أنصار الزعيمين لازم يتحملوا الجميع يتحملوا مسؤوليتنا على السيئة حركة النهضة من أجل أنها ما تسخنش الجو انسحبت ما عندهش مرشح ولذلك نحن منهش جزء منها المعركة هذه ولذلك تركنا لأنصارنا نحن أن يختاروا أي مرشح ونحن جدين وصدقين في هذا ولذلك أجدد الدعوة لكل أبنائي وبناتي في النهضة ولكل قادة قادة وقواعد أجدد لهم هذه الدعوة إلى أن يكونوا أن يلتزموا قرار قيادتهم في الحياد التام أدوات الحركة مكاتبها زعاماها مناش فيها أي تنسيقية من التنسيقيات لا لهذا الطرف ولا لذلك الطرف الآخر وإنما نحن يوم الانتخاب نحمل الورقة وبحسب ما يمليه علينا ضمير ونحن نعتبر أنه في كل الأحوال تونس رابحة العالم كل ينظرنا لنتقلها في بلادنا لنمضي قدما نحو إتمامها العرس هذا عرس يتم على أفضل وجه إن شاء الله وهذه مسؤولية الجميع وأمانة بين أيدينا جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وجددوا الدعوة إذن إلى التهديا وتجنب كل الاحتشادات كل مظاهر الحشد حتى ولو كان لقضية جيدة مثل قضية فلسطين حتى لا تختلط الأمور سنتظهرنا وسنتظاهر لقضية فلسطين ولكن ولكن مش غدوة مش غدوة مش في الأيام هذه حتى الأمور لا تختلط وحتى ننهي هذه المناسبة العظيمة هذا العرس العظيم ننهيه بأفضل صورة تزكي ترفع راية تونس والتوانس الأمل فيكم أنكم تكونوا عقلانيين تلتزموا بالحكمة بالهدوء بالوحدة الوطنية ما تفرقوش بلادكم هذا ما ننتظره منكم وأنا على ثقتي الكاملة بأنكم إن شاء الله ستتمون هذه الزيجة هذا العرس العظيم إن شاء الله على أفضل وجه بما يرفع راية تونس ويشرف التوانس كلهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته